قرر وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إيجاد خطة وطنية لتشغيل الشباب وتأهيلهم للعمل في قطاعات الانتاج والعمل على وضع استراتيجية خليجية موحدة وشاملة لتعزيز آليات عمل الجمعيات الأهلية التطوعية ضمن استراتيجية دول مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية وإجراء مراجعات معمقة للتشريعات الخاصة بالأحداث من أجل حل قضية الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون والتوسع في استعمال التدابير والحلول المجتمعية وكذلك موأمة القوانين والتشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالإضافة إلى السعي لإنشاء مراكز بحثية متخصصة بشؤون الأسرة وكان سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان قد رأس وفد مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أكد أن مشاركة مملكة البحرين في هذه الاجتماعات تتنطلاقا من الأهمية التي توليها المملكة للعمل الخليجي المشترك ودفع مسيرته عبر تعزيز التعاون القائم بين مكوناته وتعميم التجارب الناجحة في قطاعاته المختلفة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي الخليجي لافتا النظر إلى أن البحرين حريصة على الإسهام في إنجاح الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية وذلك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتنفيذا للسياسات والخطط الاستراتيجية بما يعود على شعوبنا بالخير والازدهار